لأهلي والزمالك تعادل إيجابي اتنين اتنين في دربي الكرة المصرية هدف لمحمد شريف وهدف لصلاح محسن بالنسبة لأهلي هدف لأشرف بن شرقي وهدف لشكبالة بالنسبة لنادي الزمالك دي النتيجة ده الملخص بتاع المباراة بس أنا هبدأ حلقتي النهاردة بحاجة مختلف مش هكلمك على بريرة عمل ايه هنتكلم قدامي يعني مش هبدأ ببريرة مش هبدأ بسبب أمسان مش هبدأ بأخطاء دفاعية مش هبدأ بجودة شباب الزمالك مش هبدأ بكل ده وحنسيبه بعد شوية بس النهاردة أنا شفت حاجة جديدة المفروض إنها طبيعية بس جديدة من زمن ما بتحصلش من زمن ما بتحصلش روح رياضية رائعة من كل اللاعبين في أرض الملعب أثناء المباراة وقبل المباراة وبعد المباراة النهاردة الصورة دي بالمباراة كلها الصورة دي وليد سليمان وإمام عشور وهم بيحضنوا بعض بالمباراة كلها باللي حصل فيها بأي حاجة انت عايز تقول هايمين أو شمال دي الصورة الرائعة فاكرين طبعا المعقف اللي بين إمام عشور ووليد سليمان في السوبر المشهد ده مشهد بمليون جنيه والله هو مشهد طبيعي والمفروض يحصل طول الوقت بس إحنا من زمان ما بنشوفش المشهد ده ما بنشوفش الشيكبالة راح يحضن محمد شريف ومحمد شريف بيحضن شيكبالة ده عارف اللقطة اللي كانت قدام حدك ديت بعد هدف الزمالك التاني يعني مثلا عشان السوشيال ميديا عشان اللقطة بتاعت الفيديو عشان الترند كان محمد شريف ادكت في الشيكبالة وقال لك شوف اللعب العظيم وشوف اللعب الأسطورة اللي ما بيحبش هزيمة فريقه وعشان خاطر الكيان وعمل ايه ويمين وشمال والكلام اللي بتشوفه على السوشيال ميديا وقصف الجبهات النهاردة اللعبة دي قدت مسهر رائع قدت صورة عظيمة قدت نموذج كبير وشيكبالة تحديدا اللي كنا بننتقده كثيرا ونقول انه احيانا بيخرج عن الامور الفنية ويركز في حاجات تانية النهاردة تقريبا ماشي بيحضن كل اللعبة بتاعت الاهلي عالدكة وجوه الملعب النهاردة اشرف بنشارك وخارج ميديا شكبالة مسكوا بيهديه ده النموذج الصحة شكبالة اللعب العظيم اللعب المهاري الكبير ده يبقى النموذج المثال الكامل لعيبة النادي الاهلي النهاردة محترمة لعيبة نادي الزمالك النهاردة محترمة الجهاز الفني هنا والجهاز الفني هنا بمش عاملين مشاكل مفيش اعتراضات على التحكيم مفيش قزمة مفيش مشكلة هو ده بقى الحاجة العظيمة اللي كانت في المبارات اليوم مع الجماهير دي الحاجة العظيمة اللي في المبارات اليوم مع الجماهير الباقي مش حلو من الاخر كده يلا عشان تبقى ورزق على الله الباقي مش حلو كرة مش حلوة مكنتش فيه كرة حلوة النهاردة كان فيه مباراة مصيرة في نتيجتها اربع اهداف تبقى مصيرة في نتيجتها جولين هنا وجولين هنا جول هنا وجول هنا موسيرة في نتيجاتها لكن كرة حلوة لا عندنا مشكلة عندنا مشكلة في كواليتي اللعب المصري آه عندنا مشكلة عندنا عزمة في كواليتي اللعب المصري آه وده باين النهاردة في الاهلي والزمالك وده باين من بدري مش من النهاردة بس من كتير لعيبة بدأ المباراة خايفة زيادة عن اللازم لعيبة الزمالك في أول عشرين دقيقة ولعيبة تانية معندها السقه أنها تقدر تهاجم وتسجل هدف واتنين وتلاتة لعابة النادي الأقلي أنها تقدر تستغل أنه لعابة نادي الزمالك بعيدة عن مستواها وعنده غيابات كتير لا هنا عنده سقه في نفسه ولا هنا عنده سقه في نفسه فشفنا كورة مش حلوة شفنا كورة مش حلوة إيه بقى اللي خلى الكورة حلوة شوية إيه اللي خلى المباريات عماها يتغير شوية شوية الشباب الحلوين اللي نزلهم في ليرة في الشوت التاني مع الزمالك وخلوك تفكر ما احنا عندنا هو ما احنا عندنا لعيبة شباب ما ترحمون يا جماعة من الأسماء الرنانة بتاعت السوشال ميديا اللي هو اللعيب العظيم اللي سجي الجول واللعيب العظيم اللي رأس في كورة اللعيب العظيم اللي إده كبري واللعيب العظيم اللي بيع فيه كتب تويتا ولا بوص على انستجرام يكسب بيه جبهة النادي الفناني فيه شباب هم خلونا نشوف شكل جديد خلونا نشوف شكل مختلف عشخات المنتخب مصر الأربع لعيبة الشباب النهاردة اللي لعبوا مع نادي الزمالك كانوا رائعين هم أفضل من كل الكبار اللي في الملعب أهلي وزمالك أفضل من الجميع منظر حلو وبالمناسبة يعني عشان هو فريرة عشان هو مدرب أجنبي عشان هو عنده شخصية دفع النهاردة بالشباب كان ممكن ينزل أوباما كان ممكن ينزل إسلام جابر كان ممكن ينزل أيمن حفني ومحدش هيلوم وهيقولك ما هو طبيعي ينزل يا جماعة الخبرات وعنده نقص عددي وهيلعب بمين يعني هيلعب بشباب في مباراة كبيرة زي داية مباراة كمة ما ينفعش وكان يبقى عنده ألف عذر حتى لو خسر ينماتش لكن عشان هو جريء ما بيخافش عنده شخصية بيطلع زيز وأشرف بنشرق أهم اتنين لعيبة عشان ينزل اتنين لعيبة شباب عشان هو مدرب أجنبي ومع كامل الاحترام للمدرب المصري مع كامل الاحترام مش كتير مدربين مصريين لم يكن مش موجود تقريبا عندهم الجرأة بتاعت فريرة النهاردة انه يلعب باربعة شباب قدام النادي الأهلي ما عندهمش جرأة كالوس كيروش اللي يجيب أحمد ياسين واللي يجيب محمد عبد المنعم واللي يجيب عمر كامل عبد الواحد واللي يجيب مهند لاشين ويلعبهم في منتخم مصر في مباراة كبيرة في كاس الأمر الأفريقية وفي تصفات كاس العالم مفيش ربما يكون غصبة عنهم ربما انهم عارفين ان الضغط عليهم هيبقى مختلف بس المدرب الجريء جريء والشخصية الجريئة جريئة ما بيفرقش معها حد عشان كده فريرة فارق عشان كده مدرب كبير عشان كده كالوس كيروش كان مدرب رائع وكبير عشان كده منويل جوزي كان أسطورة يوم ما نزلك عدل مصطفى وانت ما تعرفوش أصلا من الشباب ويحطولك في مباراة قدام ريال مدريد لما يخلي متعب هداف الدوري وعنده عشرين سنة لما يلعب لك حسام عشور وعنده سبعتاشر سنة ده الفرق دي الحاجة اللي ممكن نطلع بها من المباراة النهاردة خليك مدرب عندك شخصية وجريء مايفرقش معاك الجماهير خليك لاعب عندك شخصية ومحترم مايفرقش معاك ان الجماهير تقول عليك الله ده بيحب الكيان عشان يتخنق مع فلان الله ده بيحب النادي بتاعه قوي وبيع اشيرت عشان شاتن فلان لا اعمل الصح اعمل الصح لكن كورة لا مش حلوين عندنا مشكلة في الكواليتي ما بص كولا واحدا ومش افضل بقى ايه اجمل الكلام ولا بيع المنتج بتاعي لا مش هبعها لك مش هبعها لك دلوقتي عشان خاطر انا بصص لمنتخب مصر انا لا فارق معايا اهلي ولا فارق معايا زمالك انا فارق معايا انه يبقى عندها تطور في اللعب المصري والتطور بييجي من اكبر ناديين في مصر الاهلي والزمالك يلا طلعونا شباب وبالمناسبة يعني هو شباب الزمالك دول ما طلعوش ليه في اوروبا لحد دلوقتي ما يطلعوا ويشوفوا احتياجاته ادام عندنا قولتي يبدو مبشر امش بقولي النهاردة انه هم لعبة عظيمة لسه بياختوا خطواتهم الاولى بس مبشرين دي نقطة واكمل برضو في موضوع الشباب احنا بقلنا اربعة ايام كده مسكين في المصطلح بتاع السوشال ميديا اللي هو يقولك ايه اللعيبة اولاد العاملين من كم يوم اشهادات كبيرة بمصطفى شبير اليوم اشهادة كبيرة بيوسف اسامة النبيه وسيف فاروق جعفر ما هي لعبة كويسة هو انا زنب يا مثلا ان انا والدي كان بيلعب كرة طب وانا لو ابني مثلا قال لي هشتغل في الاعلام اقوله لأ عشان باشتغل في الاعلام لو هي دي شغلانتو اللي هيبقى مبدع فيها وهيجيد فيها يتفضل هم زنبهم يعني المنفوض ما يلعبوش كرة عشان خاطرنا ما نبقاش منضايقين وبعدين يقولك ايه ما لأ ما هم فيش منع بس ما اكيد خدوا فرصة حد تاني طيب يعني حتى لو حصل ده ما هو كويسين ما هي الكرة فضاحة ما هم لو مش كويسين مش هيعرفوا يلعبو يعني لو مدرب وهجاملهم ما هو الناس هتقول انت لعبتهم ليدو الوحشين جدا ما قدرش هجامل في الكرة فضاحة هتكشف اي حد ما بيقافش يلعب حتى لو ابني مين فاللعيبة لعبت واجادت وابدعت وكي يتحسن من اللي موجودين كمان فنهدى عليهم ده احنا بنقعد نضغط عليهم ونقعد نهجيبهم من قبل ما يلمسوا الكرة ها انت لعبت اكيد عشان انت ابن فلان انت بش عارف ايه خدت مكان فلان مش شرط يعني ما هو الدكتور في دكاترة ليهم اولادهم دكاترة والمهندسين ليهم اولادهم مهندسين والاعلاميين ليهم اولادهم اعلاميين عادي يعني عادي ما هو بطبيعة الحالة جماعة بطبيعة الحالة الاغلبية العظمى من الناس او بالاطفال بيبقى نفسهم يبقى زي والدهم فبيبقى عندهم نفس الطموح بتاع والدهم اللي هم بولعيبة كورا يبقى مهندسيني مقودة كاترة واخلافه وفي ده اطفال تقولك لا انا عايز ابقى حاجة تانية براحتك بس ما نفضلتش مسكين في ده ونقولك اه ده الجامل هل فريرة مثلا النهاردة بيجامل مثلا سيف فاروق عفر شيمني فاروق عفر هل فريرة هيجامل حد هل هيجامل يوسف وقسامة نبيه اللي هو معاه في الجهاز الفني يعني الشكله هيبقى فاضح قوي بقى لو الولد مش كويس ولعبه هتبقى مفضوحة قوي هيجامله وهبيلعبه لو الكابتن وقسامة نبيه مش موجود في الجهاز الفني هيلعبه برضه النهاردة اطلعنا بمكاسب عديدة شباب روح رياضية جماهير نايسنا بس قالت اللاعب يزيد شوية إشادة كبيرة جدا بتاكم تحكيم مباراة اليوم الأسباني وأنا بفرج على المباراة أعدت أفكر لأنكوا تلسوا بقولوا في المقدمة ما هي سهلة هي ما هي سهلة هي الكورة بتاعت صلاح محسن اللي دخلت هدف والحاكم صفه إنه هدف وإحنا ما كنا نش شايفينها أنا مش عايز أحلف إنه لو الحاكم مصري كان وقف اللعب خمس دقائق سمع الفار الحاكم بتاع الفار اللي هيقعد يفكر كتير قبل ما يتكلم مع الحاكم واللعبها تتلمى حواليه والإنذارات تطلع والمداربين بره يعترضوا ويحصل أزمة في المباراة ومشكلة هيروح يبص على الشاشة عشان يتأكد من اللقطة اللي هي واضحة يقعد عشر دقائق قدام الشاشة وكأنها غريبة اللقطة أو مش واضحة اللي بيأخرني وهو اللي بيتردد في القرار أصل الحاكم بتاع الفار أشيل على نفسي أو أشيل من على نفسي المسئولية وانده الحاكم أقول له بص عشان ما وجعش دماغي ما هو الحاكم في القطة اللي النهاردة سمع الحاكم بتاع الفار والحاكم بتاع الفار في نفس اللحظة اداله الأكشن قال له لا تمام بسرعة كل حاجة بسرعة لا تقول لي بقى أصل الأجهزة اللي عندنا عطلانة بتاعت الفار فمش حديثة فهي دي اللي عامل أزمة لحكامنا أو أصل معلش التصوير فيه مشكلة فإحنا مش عارفين نشوف اللقطات مبررات 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 أنت اللي بتحط نفسك زي ما كنت لسه بتكلم عن المدرب اللي عنده شخصية بيفرضها على الجميع والحاكم اللي عنده شخصية بيفرضها على الجميع يش تقول لي أصل الضغوطات وأصل الظروف وأصل مش عارف إيه أنت اللي بتحط نفسك تحت الضغوطات أنت اللي بتحط نفسك تحت ظروف أنت اللي مش بتطور نفسك أنت اللي مش بتحسن نفسك عشان كده النهاردة الكل تقريباً راضي عن التحكيم النهاردة اللي مش راضي ده اللي هو يعني عايز يقول أي كلام وخلاص بس الطبيعي أنه طبعاً فيه رضا عن التحكيم النهاردة والروح الرياضية اللي تلع بيها اللي عابين النهاردة عشان الحكم نفسه ما وطرش المباراة ما عملش أزمات ما عملش لقطة هو أنت كنت بتشوف الحكم كم مرة في لقطة وعشان ما بيقفش كتير عشان ياخد الكاميرا ويفرح بالكاميرا أنه بيطلع في التلفزيون ودنيا تبقى حلوة وتشاف كتير وخد اللقطة الجميلة فممكن يعمل غلطات ويعمل أزمات الحكم النهاردة مش يفرق معايا بقى الحاجات دي مش جاي ياخد اللقطة وبالمناسبة خد بقى الأنقح بالمناسبة طاقم تحكيم النهاردة ده مش من حكام الصفوة أو الصف الأول في أوروبا وبالمناسبة ولا في المكانة التانية أو كاتجري بي مثلا لا لا ده سي مثلا المرتبة التالتة ومش يقول محاكم واحدش يعني بس أقصد يعني ده إيه ده اللي مش أعظم حاجة في أوروبا يعني آه حكامنا محترمين حكامنا مهزبين يعني عندهم نظافة يد ما فيش شك في كل ده بس التطور ناقص والشخصية ناقصة زي ما بنتكلم على اللاعبين بنتكلم على الحكام زي ما بنتكلم على المدربين بنتكلم على الحكام هي منظومة كلها عايزينها تتطور عشان بس لما دي يتكلم على الحكام ويقول لك إيه ده إيه الحق بينتقد ويهاجم الحكام يعني أنتما احنا بننتقد اللاعبين بننتقد المدربين ليه الحكام يعني المفروض ما يتمش انتقادهم ليه يعني عيب ما يصحش ما بيحصل في كل دولة في العالم الحكام بيونتقدوا عادي وبالمناسبة يعني الحكم لما يغلط رئيس أجل الحكام يطلع يقول أن الحكم غلط أنت مش بتحمي حكمك لما بتطلع تقول أنه لا ما غلطش النهاردة حتى لو بيتدفع عنه بالباطل لا أقول غلط ولما يعمل حاجة كويسة أقول ده عمل حاجة عظيمة وما هنتطور إزاي لو إحنا مش شايفين أن إحنا عندنا مشاكل